مسائل فل عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير يلا بينا نعمل النهاردة رز الصيادية بطريقة سهلة جدا وطعم مميز جدا جدا. احلى رز صيادية ممكن تكلوه شايفين شكله لونه يجنن ازاي? يلا بينا نشوف هنحتاج ايه لتحضير رز الصيادية. ولو اول مرة تشوفوني انا هوجر متنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل الفيديوهات الجديدة. هنحتاج كباية رز مصري مخصول ومتصفي كويس. بصلة مبشورة ناعم. فصين توم مفروم. معلقة كبيرة من معجون التماطم. واحدة بطاة اسمت قطعا مكعبات ودي حاجة اختيارية. معلقة صغيرة ملح. نص معلقة صغيرة كزبرة. ونص معلقة صغيرة كامون. وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. واخر حاجة ورق لورة. هزيب لكم برضو كل المأجير في ما تنسوش تبص عليها. كمية الرز دي اللي فردين طبعا تقدروا اضعفوا الكميات حسب عدد الافراد اللي حياكلوا. فحل على النار حننزل بشوية من الزيت النباتي ونسيبه لحد ما يسخن كويس جدا. بعد كده هننزل بالبصر المفروم ونقلب البصل باستمرار لحد ما يتحمر ونوصل للون غامق. ودي اهم خطوة في رز الصيادية هي تحمير البصل. وان احنا نزبط لونه. هي دي اللي بتدي للرز الصيادية اللون الحلو اللي شوفتوه في اول الفيديو. بعد كده هننزل بفصين التوم المفروم ونقلبهم مع البصل. مجرد ما نشم ريحة التوم هننزل بالرز على طول. نقلب الرز مع البصل والطوم. وبعد كده هننزل بالتوابل والملح والفلفل. وننزل عليهم بمعلاقة معجون الطماطم ونقلب كله كويس جدا. اخر حاجة هننزل بمكعبات البطاطس ودي حاجة اختيارية زي ما قلت لكم في الاول. بس هي بتدي طعم حلو جدا للرز الصيادية وبيكون طعم مميز جدا بمكعبات البطاطس. هنقلب كله تاني مع بعض. وبعد كده هنزود معيار المية. طبعا بتزبطوا كمية المية حسب كمية الرز اللي مستغطي منها. وحسب كمان نوع الرز. يعني فيه رز لو هتحطوا كباية رز بيتحطي له كباية مية. وفيه رز بيحتاج مية اكتر. فانتو تقدروا تحددوا كمية المية حسب نوع الرز اللي انتو مستعملين. ولازم المية تكون سخنة. هنقلب بقى كله ونغطي عليه لحد ما الرز يتشرب المية. وبعد كده هنوطي عليه على نار هادية ونسيبه لحد ما يستوي. هيخد معنا من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير مش اكتر من جدا. بعد معدة تلت ساعة شايفين اللون الرز حلو جدا ازاي? بيد تحفة جدا جدا وريحته تضنن. وطعمه طبعا حكاية. لازم تجربوه مع اكلة سمك حلوة كده وان شاء الله هيعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا كمان الجرس عشان يصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا جدا ليكم والفهنة على قلبكم.